يعني نجاحي في الحياة مرتبط بالذكر طبعا شوف الحديث الجميل دوا عن أبي أمامة يقول دخلت المسجد مهموما محزولا فدخل النبي فوجدني في المسجد فقال ما لك يا أبا أمامة قلت يا رسول الله هموم أحزنتني وديون أرهقتني علي ديون وعندي هموم قال يا أبا أمامة ألا أدلك على كلمات إذا قلتها زال همك وقضي دينك مع أولى كلمات تزيل الهم وتقضي الدين إزاي بس يا رسول الله قال نعم يا رسول الله قال تقول كل صباح ومساء ذكر من أذكار الصباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقه الرجال فإن قلتها زال همك وقضي دينك يقول أبو أمامة فلزمتها خفصت عليها كل يوم فوالله زال همي وقض يديني إيه يعني؟ يعني الكلمات دي جابت الفلوس؟ لا بص العمق الكلمات هتعمل إيه في عقلك الباطن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ده أنت بتتكلم عن المعوقات النفسية هم وحزن وأعوذ بك من العجز والكسل ده أنت بتتكلم على المعوقات الجسدية عجز وكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل ده أنت بتتكلم على العيوب الشخصية وأعوذ بك من غلبة الدين وقاه الرجال بتتكلم على المشاكل والمعوقات الخارجية إيه ده؟ معوقات نفسية معوقات جسدية معوقات شخصية معوقات خارجية لهم أربع أفكار هم وحزن أعوذ بك من الهم والحزن عجز وكسل جبن وبخل غلبة الدين وقاه الرجال إيه بقى؟ بيعملوا إيه؟ يزيلوا الهم ويجيبوا الرزق ليه؟ لأن انت مع كثرة ترددهم عقلك الباطن هيبدأ يقول كفاية بقى استسلام للمعوقات لا للعجز والكسل أوه ما ينشط لا للجبن والبخل اعطي لا لغلبة الدين وقاه الرجال لا تلتفت اللي بيعملوك فيك ركز على نفسك إيه ده؟ لا للهم والحزن تفائل أبو أمامة عمل كده بس ما رددهمش زي البغبغان لا أبو أمامة عاش المعاني فلما عاش المعاني تصلحت نفسيته وتجددت شخصيته وقهر هو المعوقات الخارجية أعوذ بك من غلبة الدين وقهر رجال أنا منطلق في الحياة للنجاح يبقى الذكر لإحياء الحياة